السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا ربي تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح لحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا اتلاق عليها كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص اي تطاوي الصفر الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع لما نخلقها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. وكنا افرنا فرصة واي كانت فرصة تطاوي في فيتنام. آآ وكانت فرصة حصرية عن طريق قناتنا من حيس عملية التقديم والابول. وتم اعلان الفازين في هذه الفرصة. وان شاء الله بازن الله يكون موجود معانا فرصة كتير. التقديم والابول فيها حصرية عن طريق قناتنا. آآ طبعا بالاضافة كمان كنا وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي. او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. آآ وطبعا كنا بتاعنا كورس اللغة الانجليزية الشامل من الصفر حتى الاحتراف وان شاء الله بإذن الله مستمرين في هذا الكورس وفي افادة الجميع. وعشان توصلك اي حاجة دي ده من القناة بتاعتنا يا ريت. تعمل وتضغط على الجرس صوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. محب اناول كمان جماعة رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على فيسبوك. ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة. هتلاهم موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله. ونتكلم عن منحة النهاردة. هي منحة مميزة جدا منحة حكومة او منحة من حكومة تايلاند. والمنحة دي ممولة بالكامل. تمام كده? الدولة اللي هيكون فيها الدراسة او اللي هيكون فيها المنحة دي هي تايلاند. وطبعا دولة معروفة ودولة تعتبر من الدول يعني القوية في اسيا. آآ الدول المتاحة للتقديم فيها زي الفرصة. كل دول العالم متاحة للتقديم. اي دولة تقدر تقدم الفرصة دي سويا دولة عربية افريقية اسيوية تقدر تقدم من غير وجود اي مشكلة. بالاضافة ان المنحة دي بتقبل اعداد كبيرة جدا لانها منح حكومية. والمنح الحكومية معروفة عنها دايما انها بتقبل اعداد كبيرة من الطلاب. طيب ايه هي الجهة المنحة? هي الحكومة الطايلاندية هي اللي مقدمة المنحة دي بالشراكة مع جامعة. هيكون في جامعة هي اللي هيتم الدراسة فيها. اسمها تمام? دي الجامعة اللي هيتم فيها الدراسة. والجمعة دي واغدع المنحة يعني اللي هيتم الممول لهذه المنحة واللي هيدي المنح دي للطلاب يا الحكومة الطايلاندية والدراسة هتكون فيه هذه الجامعة. تمام كده? طيب. بالنسبة للمرحلة الدراسية المنحة دي يعني تعتبر من هافضل المنح لانها موجهة لجميع المراحل الدراسية. لو انت عايز تدرس مرحلة الليه المرحلة جمعية تقدر تقدم. لو انت عايز تدرس تقدرس تقدر تقدم. لو انت عايز تدرس الدكتوراه تقدر تقدم. فيه كمان بعض الدورات للدبلومات. يعني لو انت عايز تاخد دبلومة في الجامعة دي منحة برضو تقدر. فالمنحة دي تعتبر شاملة لجميع المراحل الدراسية. فالناس اللي بتدار على البكالوريوس والمجستير او الدكتوراه المنحة دي مناسبة لكم. تمام? طيب بالنسبة للتمويل صراحة ان تمويلها ممتازة. تعتبر شاملة كل حاجة. اول حاجة عندك تزاكر الطيران. كل تزاكر يعني التزاكر الطيران الزهاب والعودة. آآ وانت طالع من بلدك لطايلاند عليهم وانت راجع تاني لبلدك هتكون تزاكر الطيران برضو عليهم. تمام? هيكون فيه راتب شهري بيعادل خمسمية وعشرة دولار اللي هو آآ بما يعادل بعملة تايلاند ستاشر الف بات تايلاندي. وطبعا ده مرتب كافي جدا لان المعيشة في تايلاند مش غالية. يعني انت المعيشة في تايلاند تلتميت دولار في الشهر هتكفيك. تمام? الباقي انت ممكن تتدخل وتحوشه يعني ومسلا ممكن تستخدمه في مصاريف اخرى. شخصية مثلا اضافية. انما المرتب ده هو كافي جدا صراحة. كمان السكن هيكون مجانا في الجامعة. كمان تأشير التايلاند هتكون مجانا هيوفروا لك الاقامة اللي هي فيزة الاقامة المفروض ان اي طالب بيبقى ليه في الدولة كل سنة بيبقى ليه اقامة على اساس الدراسة. فهم هيوفروا لك الاقامة دي مش تدفع فيها اي مصاريف خالص. كمان هيوفروا لك التأمين الطبي في حالة لقدر الله حدوص مرض او حادث. اه انت مش تدفع اي شيء خالص لو تعبت او حصل لك حادث لقدر الله. هم هيدفعوا لك كل تكاليف العلاج وكل شيء. انت مش تدفع اي حاجة خالص. فالمنحة تعتبر شاملة. انت هتاخد شمتتك بس وتسافر مش هتعمل اي حاجة خالص. انا مش تدفع اي تكاليف هناك ولا اي شيء. تمام? كده. طيب التخصصات المتاحة فيها زين منحة. تعالى بقى كده تخصصات كتيرة جدا. عندنا انا محدد لكم هنا. اه تخصصات البكالوريوس. عندك تخصصات كتيرة وتخصصات يعني تعتبر مش اه مش موجودة في جامعات كتيرة يعني. عندك اه المحاسبة. عندك هندسة الفضاء الكيمياء التطبيقية. التصميم المعماري. عندك ادارة الاتصالات. اه التكنولوجيا الحيوية. هندسة النانو. السياسة والدراسات العالمية. هتلاقي تخصصات كتيرة جدا. بالنسبة للبكالوريوس عندنا سبعتاشر تخصص. تشوف التخصص المناسب ليك وتقدم عليه. تمام كده? طيب. بالنسبة لمرحلة الماجستير عندنا في الماجستير خمسين تخصص متاحين. تقدر تختار التخصص المناسب ليك وتقدم عليه. هتلاقي تخصصات كتيرة جدا منهم الطب والهندسة والصيدلة. اه والزراعة والتصميم المعماري وادارة الاعمال. يعني تخصصات كتير جدا. شوف التخصص مناسب ليك ليه? وعندنا كمان طيب الاسنان موجود في الماجستير. تقدر تقدم عليه. تمام? يبقى دي عندنا الماجستير خمسين تخصص. تعال نشوفوا الدكتوراه. الدكتوراه عندنا هنا اه اربعة وتلاتين تخصص. متاح لك انك تقدم عليهم. تمام? اه ادارة الاعمال برضو الاقتصاد الانجليزية كلغة دولية الهندسة المدنية. دراصات المعلوميات. تمام? هتلاقي تخصصات كتيرة جدا عندك. والتخصصات دي هيتم تدرسها ليك باللغة الانجليزية فدي حاجة كويسة جدا برضو. تمام? يعني انت تدرس الحاجات دي باللغة الانجليزية. اه طيب هنا عندنا في ملاحظة ان هذه المنحة لا تحتاج شيرة لغة انجليزية بشكل الزامي عند التقديم. يا جماعة المنحة كاتبة في بتاعها التقديم اللي هنشوفه بعد شوية قالت ان لو معاك اي اه شهادات لغة تقدر تضيفها لو مش معاك كاتبين يعني يعني ان هو لو متاح كاتبين في لو متاح تقدر تضيفهم. لو مش متاح عندك شارية اللغة خلاص بتكمل بتاعك عادي مش الزامي ان ك تحط شارية اللغة او تحط الدرجة بتاعتها. عشان يبقى الموضوع واضح. طيب. عندنا ملاحظة تانية الحد الاقصر العمر فيها زي المنحة هو خمسة وتلاتين سنة. هنا المنحة دي فيها حد اقصر للعمر. ما ينفعش ان يكون سنك اكتر من خمسة وتلاتين سنة لاي درجة علمية انت عايز تقدم عليها من الدرجات الموجودة. سواء مجيستير او دكتوراء او لو سنك اكتر من خمسة وتلاتين انت كده غير مؤهل للمنحة. لو سنك اقل من خمسة وتلاتين مؤهل للمنحة. تمام كده? طيب بالنسبة للاوراق المطلوبة عشان تقدم في هذه المنحة اوراق آآ بسيطة مش معقدة. اول حاجة محتاجين منك صورة جواز الصفر بتاعك. الباسبور بتاعك. تانية حاجة محتاجين السيرة الزاتية. تالت حاجة شارة التخرج لاخر مواهل دراسي. اخر مواهل دراسة انت حصلت عليه لو هتقدم للبكالوريوس يبقى شارية السنوية العامة. تمام? لو آآ او البكالوريا زي ما بيطلق قلاف المغرب والجزائر وتونس. آآ لو هتقدم ماجستير يبقى شارية البكالوريوس. لو هتقدم دكتوراي يبقى شارية الماجستير. هكذا يبقى تجيب اخر مؤهل دراسة انت حصلت عليه. آآ صورة شخصية ليك. تمام? وهنا مطلوب اتنين عدد خطبات توصية. اتنين خطبات توصية مطلوبين. فقط لمرحلة الماجستير والدكتوراة. لو انت هتقدم على الماجستير او دكتوراة لازم توفر اتنين خطبات توصية. لو هتقدم بكالوريوس مش مطلوب منك اي خطبات توصية. تمام? وطبعا اخر حاجة مطلوبة للجميع سواء بكالوريوس ماجستير والدكتوراة انك تجيب شعارة صحية بتزبط خلوك من الامراض. تمام? طيب. هنا عندنا كيفية التعديم لهذه المنحة. عندنا التعديم لهذه المنحة في فورم لدرجة البكالوريوس. وفي فورم درجة الماجستير والدكتوراة. تمام? فانا هنا هتطلقوا لينك الفورم الكل واحدة. فانت هتملأ الفورم ده وبعد لما تملأ الفورم الخاص بيك يعني انت هتقدم لدرجة البكالوريوس فتخش على الفورم من هنا زي ما هنشوفه بعد شوية وتملأ. وتجهز الاوراق دي كلها اللي احنا قلناها هنا مع الفورم اللي انت تملأه هنا وتروح تبعته للجامعة يعني ورقيا تمام يعني تبعته بالبريد لعنوان الجامعة مفيش هنا بيتمالة لا هنا فيه فورم وهتجمع مع الاوراق دي وتبعته لعنوان الجامعة طيب ايه هي الفورمات دي الفورمات دي موجودة هنا مثلا على سبيل المسال درجة هتيجي تضغط على كلمة من هنا هيفتح معاك هينزل هنا في شكل اه وورد تمام هينزل معاك كده اه وهنا برضو تجي تضغط على الدكتوراه اه او الماجستير بتاحهم او الفورم بتاحهم برضو هينزل معاك بالشكل ده تفتحه ده الفورم بالنسبة لدرجة هتلاقي الفورم بالشكل ده ده اه طبعا شعار الجامعة وهنا بيقولك على المنحة المقدمة من الجامعة وهنا تحط صورة شخصية ليك تكتب بها بياناتك كده يعني مش معقد بتكتب بياناتك اه بالنسبة لعنوانك واسمك والجنسية بتاعتك بالنسبة لو بتعرف لغات ايه اللغات اللي بتعرفها لغتك الاولى اللغة العربية اللغة الانجليزية تكتب مستوىك في كل لغة اه تحط بقى لو انت مسلا قدمت المنحة سابقة هنا بالنسبة للغة الانجليزية بيقولك لو انت اخدت شهادة لغة اف تمام عشان بس ما يكونش الموضوع الناس هتقولك طيب المنحة طالبة هي لا بيقولك اف يعني لو عندك شهادة او الطيفل او شهادات اخرى بتضيفها لو مش عندك خلاص بتسيب الجزئية دي فاضية تمام كده ولو انت مسلا خدت منحة سابقة تذكر اسم المنحة دي تجاوب على كل الاسئلة مطلوبة منك هنا وهنا بتمضي وبتكتب تاريخ اه اليوم اللي انت مليت فيه هنا ده شرح للأبليكيشن فقط تمام ايه الاشياء اللي هتوفرها لك الجامعة اه بالنسبة للحاجات المرتبة بينها ستاشر الف بات وهتوفر لك الرسوم الدراسية والتأمين الطبي وفي اخر الجزئية دي برضو بتجي بتمضي هنا انك موافق على التمويل اللي مقدموا لك المنحة بتكتب التاريخ وهنا دي الشروط بتضغط او بتكتب انك موافق هنا وبتكتب تاريخ اليوم اللي انت مليت فيه تمام وبرضو ده بتاع الماجستير نفس النظام هتلاقي برضو مطلوب منك نفس الحاجات مع شوية حاجات اضافية بقى اه انك اه تحط معلومات درجة البكالريوس الماجستير بتاعتك لو انت مقدم على الدكتورية تحط طبعا درجة الماجستير اه تكتب التخصص اللي انت مقدم عليه تحط اللغات اللي انت بتعرفها تعمل اه خطة دراسية تكتب هنا خطة دراسية كان مطلوب هنا في اه حاجة اسمها خطة دراسية كانت مطلوبة اهي بتكتبها كمان مطلوبة منك بتكتبها هنا تملى الاستمارة دي كلها او الفورم ده كله وبتوقع هنا وبتكتب التاريخ وبعد كده برضو في الاخر بتتوقع بتكتب التاريخ وبعد لما بتملى الاستمارة للمرحلة الدراسية اللي انت عايز تقدم لها بتروح واخد الورق ده وبتروح بعته لعنوان الجبا خلاص عشان يكون الموضوع واضح ده التقديم مفيش ابليكيشن ولا حتى في رسوم يعني المنحة مش طالبة منك تدفع رسوم او اي شيء لا انت هتقدم كده يرسل الاوراق اخر موعد للتقديم في الفرصة دي هو خمستاشر اكتوبر الفين وعشرين اه تقدر يعني في خلال مدة دي انك تجهز اوراقك تمام لو في ورقة نقصة عندك او اي شيء تقدر تجهز في خلال الفترة دي لان اخر موعد للتقديم خمستاشر اكتوبر الفين وعشرين وهنا في ملاحظة ان احنا قوانات منح من كل الالوان ممكن نساعدك في التقديم في هذه الفرصة طبعا لو انت عايز تقدم بنفسك في الفرصة دي ممكن تقدم عادي اتبع شرح الفيديو وقدم بنفسك ما فيش مشكلة لو انت عايز ان احنا نقدم لك ونساعدك في عملية التقديم لهذه الفرصة وبشكل احترافي وكمان هنساعدك لو انت عايز نساعدك ان احنا بعد لما نمنالك يعني نجهز لك الاوراق تمام ويعني اه نجهز لك كل شيء مطلوب في المنحة نرسل لك كمان الملف للجامعة احنا عندنا اشخاص موجودة في واشخاص موجودة في ماليزيا دول قريبة من كمان فاحنا ممكن يعني الفريق بتاعنا هيجهز لك الاوراق ويبعتها لك كمان لعنوان الجامعة برسوم مخفضة بدل انت تبعت الاوراق بتاعتك مسلا من دولتك فليكن مصر مسلا السعودية المغرب بتبعت لدولة تانية بعيدة عنك في اسيا لا احنا عندنا اشخاص ممكن تبعت لك الوراق ده من دولة هنا تمام في نفسها الناس موجودة في نفسها ممكن ترسل لك الاوراق الجامعة وهتكون برسوم مرخفضة يعني تمام مسلا بدل ما انت هتكلفك ستين سبعين دولار عشان تبعت الاوراق للجامعة لأ هيكون في رسوم مخفضة ممكن نعملها لك ان شاء الله لو هتقدم عن طريقنا ونساعدك في ارسال الاوراق للجامعة واحنا نبعتها لك ونكون معاك خطوة بخطوة في كل شيء فلو حابين تتواصلوا معنا واحنا نقدم لكم في الملحة هتلاقي رابط استمرت التواصل معنا بالتالي من خلالنا موجود في سندوق الوصفة اسفل الفيديو لو عايز تقدم بنفسك في المنحة دي مفيش مشكلة اتابع شرح الفيديو وقدم بنفسك فيها وهنا هتلاقوا الاعلان الرسم للمنحة اللي فيه كل التفاصيل اللي انا قلتها تعال نضغط الاعلان الرسمي ونشوف كده التفاصيل اللي تم ذكرها هنا آآ ده طبعا الموقع هتلاقيه معمول باللغتين لغة طيلندية واللغة الانجليزية تمام فانت ممكن تبقى تعمله لو انت عايز تفهم اكتر وهتلاقي هنا الحاجة اللي انا قلتها الابليكيشن لكل مرحلة دراسية وهنا بيقول لك ان الارسال يجب ان هو يكون للجامعة نفسها اللي هو الكلية اللي انت هتقدم عليها لو انت هتقدم اس على كلية الهندسة في الجامعة دي يبقى لازم طلبك يروح تبعاته لعنوان كلية الهندسة في هذه الجامعة تمام كده آآ ده التفاصيل بتاعة المنحة تمام وده الموقع الرسمي للمنحة كده كل شيء آآ تمام وتم شرح المنحة ليكم بنجاح وما تنسوش ان اخر معاية خمستاشر اكتوبر الفين وعشرين والمنحة ممولة بالكامل وموجهها لجميع المراحلة الدراسية وفيها تخصصات كتير فيا منحة ممتازة جدا فان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق واللي بقول ليكم في هذه المنحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته